خلينا نناقش اليوم مواضيع كثيرة انت بديت بشايع شرحيني لكن انا عندي موضوع اهم من هالموضوع اللي اليوم مشغل الاوساط الرياضية بشكل كبير اللي هو العناد خلينا يقول لك اللي صاير بين نادي الاهلي واتحاد كرة القدم يقول لك اليوم اعطيك يا من الاخر اليوم البيان يقول قراركم يا اتحاد القدم لكم والاحمد رح يستمر في عمله طيب من حقهم ان يقولوا اللي هم يريدوا ان يقولوه لكن فيه هناك نظام بعدين انت نادي يعني من ضمن مجموعة اندية تحت مضل الاتحاد السعودي مهما كان انا اخشى انه اعتقد بعض الاعلامين انه انه الكلام او المراد في الصحف او في القنوات او كذا هو اللي يجلب البطولات هذا غير صحيح ما يجلب البطولات هو داخل ملعب فهمني زيادة شوي لانه انا اشوفهم يكرروا بعض الاخوان يعني قصتك الاهلي بياخذونها بالصوت لا لا بعض الاخوان الاهلي في الملعبات مش النادي الاعلاميين اشوفهم كانوا مقتنعين انه لازم نرفع الصوت لكي نحمي نادينا او لكي نجلب بطولات لنادينا طبعا من خبرتي هذه لم تجلب بطولات يعني مهما كان ما يجلب بطولات داخل ملعب فلكن مسألة اللعنات هذا بين النادي الاهلي والاتحاد ما يصل الى نتيجة ايجابية لا للنادي ولا للاتحاد اتحاد اصدر قراره انا ارى انه استانف القرار لربما اذا كان فعلا معهم حق في انه القرار غير ينطبق على الاستاذ سالم يكسب السناف وهنا الانتصار اما بال الجماعة يقولوا ما احنا بداخلين السناف ولا احنا بداخلين شيء وبنكسب القضية لا لا مهم شوف هذا الكلام ما هم كان لانه الاتحاد تحت مطلة اتحاد الدولي وبعدين نفس الشي الاستاذ سالم يتبع ادارة النادي وادارة النادي مرجعها الرئاسة العامة رعاية شباب فالامر اذا تطور يعني يصل لرئاسة الرئاسة العامة يعني هذا فيه يعتبر تمرد على قرار اتحاد كرة هذه مهما كان وبعدين بعض الكلمات يعني ما ما تستحب ان نتقع حتى لو كان الاتحاد عنده اخطاء عنده ما فيه لغة للتعامل فيه اما مثل اطلق العنان بالنسبة الاعلاميين طبعا الان الاستاذ ما حنب الاحين في الاعلاميين احنا في خطاب رسمي يقولت انا ما راح ما راح عقوب تكاذي خلها لك اتحاد كرة القدم وانا راح اسمر في عملي الخطاب يكرره الاعلاميين ما يرى الخطاب لو صدر الاتحاد كخطاب سري انتهى ما حدر عنه لكن ما يكرره الاعلاميين هو هنا اللي يتحدث عنه انه ما هو في صالح النادي الاهلي يعني انك مثل تعانج بهذه الطريقة لانه انت تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي اوكي هو يقول كان تحت دارة ومرجع الرئاسة مفيصل نظم لي الكلام الحين الاحلاميين ولا النادي الرسمي يتكلم فيه هو مشقين الكلام اللي يحدث او القرار اللي يحدث بالنادي ما يترجمه هو اعلام نادي الاهلي طيب انا اشتخلهم في الاعلام انا عندي خطابات رسمية اللي يتعامل معها الخطاب لو ذهب الى التحاد السعودي ولم يعلن عنه ولم يتحدث بالاعلام مات خلاص الخطاب يدرس سري وانتهى لكن ما يعني يتداول في الاعلام هو اللي يثير الضجة هو اللي يثير رأي الشارع الجماهير والاندية تتبعها الجماهير يعني ولاه في الاعلامي في الجماهير لكن الاعلامي يوصل رسالة للجماهير طيب الجمهور ما يدرس اللي حدث طيب ومن يحرك الجماهير والعلم العلام هو اللي يحرك الجماهير من اللي جاهز حين يحرك الاعلام والجماهير طب طبعا اذا الاعلام عنده مثلا مصدر قوي من ادارته او توجه معين اكيد يكون من ادارة النادي طيب خليني اسمع רائك عبد الله فلاتى وشو السالفة اليوم يعني بيان لجنة بيان النادي الأهلي وأضوحه صريح والجماعة صراحة ناوين يصعدون المشكلة مع اتحاد القدم ويدخلون في صراعات جديدة غير الصراعات الأولى والله الواضح تماما أن الأهلي يمر بين نقيضين فريق كرة قدم تم تجهيزه على عدة سنوات ويقدم مستويات جيدة عمل إداري صراحة الآن أصبح العمل الإداري في النادي الأهلي مع كل احترام وتقدير يفتقد الخبرة ابتدين من خلال التقريدات اللي قررت بها نائب رئيس مجلس دارة النادي عبدالله بترجي أنا أتفق مع بعض النقاط أنه سالم الأحمدي بس هي عقوبة سالم الأحمدي أنه ما يرافق الفريق أنه ما يدخل غرفة الملابس أنه أهل آخره لكن أنه يحضر المباراة يحضر المباراة أنه يداري عمله يعني يقوم بعمله في المركز الإعلامي ونعم يقوم بعمله طيب ابو أحمد ليش اتحاد كرة القدم ما يطلع ببيان ويوضحها المواضيع ليش إحنا كل أمورنا بالمخفر اطلع يا أخي في بيانه وقل أنه الرجال اللي مارس عمله بس أنه ما يدخل الملاعب خلصنا العقوبة واضحة لو رجعت لي نفس المادة كمان واضحة الأمور كلها واضحة لبعض عبدالله بترجي ما احترامي والتقدير قال لا تهمنا ولا تعنينا والعبارات هذه ما فيها إلا توتر هل من مصلحة النادي الأهلي حالة الصدامة الحالية مع اتحاد كرة القدم والتصعيد المتواصل والمستمر هل من مصلحة النادي الأهلي يشغل نفسه ببيانات على مدار الأيام هذه أمور كلها ليست إيجابية أنا أجزم إذا استمر هذا الوضع في النادي الأهلي هيكون له تأثير على مسيرة الفريق الكرة المميزة بكل ما تعنيه الكلمة طيب وبحمد أقدر أقول أنه ضعف الخبرة في دارة الأهلي هي اللي جرته بالخطابات وهالبيانات نعم خبرة حتى المركز الإعلامي مع تقديري للناس اللي تعمل حاليا في الفترة السابقة من كان يقوده عبدالله الشيخي كان صاحب خبرة محمد الشيخي كان صاحب خبرة إعلاميين صحفيين ميدانيين متمرسين الآن أصبحت لغة الخطابة في النادي الأهلي ما تتناسب مع النادي الأهلي الصراحة بس هما يقولك أبو أحمد يقولك اللي ما يأكل بيده ما يشبع وبصراحة محمد الشيخي وحطت عبدالله الشيخي على عيني وراسي لكن ما كانوا أقوية مثل سالم الأحمدي اليوم اللي يبغى يحفظ حقوقه لازم يكون صوته مرتفع أنت عارف الموضوع هذا زين حقوقك أن صوتك مرتفع هل حقوقك بالطريقة هذه أنا ممكن لما سالم الأحمدي من باب المثال أتكلم في نقاط وحط الأوراق وإلى آخره على الطاولة أنا بالأكس أعتبره عمل جيد لكن التصريح الأخير يعني رئيس الاتحاد وإلى آخره لا مو صحيح وإنه اتحاد الكرة اتخذ قرار بالعقوبة نقول ليش معاقب حقنا أول إحنا نبدأ الآن فترة جديدة لجنة انضباط نتكلم أوكي ترى ما أبرر كان يجب أن الناس اللي صرحت في فترات سابقة من أندي أخرى يجب أنها تعاقب وعدم معاقبتهم خطأ ويسجل على اتحاد الكرة لكن إذا اتحاد الكرة بدأ يعمل بشكل جيد لجنة الانضباط الحالية حتى إن كان عندي أنا تحفظ على تكوينها الحالي وشرعيته عندي تحفظ واضح عليها فبرضو العملية يعني يجب أن نقف معها وندعمها أنا وجهة نظر إنه إدارة النادي الأهلي في خطاب البترجي أمس لو خلق من عبارة لا يعنينا ترى كلامه سليم وانطبق عليه النظام إنه سالم الأحمدي ما يتنطبق عليه دي المخالفات وإلى آخره أو دي العقوبات وعقوبة سالم الأحمدي يجب أنها تصدر من الرأس العام من رعاية الشباب هي المرجعية لمن يعمل في النادي إنما من حق اتحاد الكرة في الشأن الذي يختص في كرة القدم فقط لا غير النادي فيه ألعاب أخرى كثير فيه أمور إدارية حتى ترى سالم الأحمدي تصريحاته في الأمور اللي تخص كرة القدم إعلاميا ما هم عاقب عليها العملية قانونية بحتة احتاج لها تفنيت وما احتاج لها عبارات تزيد التوتر الأهلي بيتكلم يعني أمس بالذات بحديث عبد الله بترجي ترى كلام صحيح إنه النقاطة هذه ما ستنطبق عليه وحيمارس عمله طيب صحيح حيمارس عمله طيب لازم يستأنف أنا سمعت الاستفاد قال عن استأنف طبعا إذا النادي الأهلي يا سيد عبد الله سيد عبد الله الوقف طبعا ما يخصه اتحاد كرة القدم هو طبعا لما يكون في وقف ممكن يتابع كرة سلة طائرة لكن القدم ممكن ما يحضرها لأن القرار صادر من لجنة انضباط في اتحاد كرة القدم وبعدين ليس هو الوحيد يعني قبله رئيس نادي النصر رئيس نادي الهلال الشباب الاتحاد كلها صدرت من الاتحاد أنت بوفيصل صدرت فيك عقوبة أنا من الرئيس العام وعلى كلامك تقول تقوله أنه عشان ما أنا فعلا صدر فيني عقوبة ومن أجل أنه الموسم الماضي النصر ما شي صح ولذلك ما نعمل ضجة تقبلت القرار مع أنه بس ترى يا بوفيصل في كاميرات كانت تمكسر مو صحيح أبدا مو صحيح إلى الآن ما أقول لك مو صحيح بس ما أبغى تكسر كلاما احتراما لصاحب الرأي والقرار وكذلك يعني الجماعة قاموا الصباح وصدروا في قرار مو معقولة هذا اللي ما ثبت أنا أتحدى من هذا المنبر أتحدى يا بوفيصل في كاميرات أتحدى شوف أتحدى من هذا المنبر إذا في أي إثبات أنه أنا عملت العملة السقيفة ولكن طيب الناس ما عليش خلينا الناس قامت الصباح وقالت خلينا نعاقف فهد وطخيم وما في العالم إلا فهد وطخيم ما في حد كسر في الملاعب ما في تكسير إنت لا تثبت عليه وكسر طراقه ومعليكته ما لأنا الآن شوف القرار تقبلناه بالنصيح من الرئيس نصر فيصل بن تركي الأمير فيصل عساس ما نعمل ضجة كما ذكر الأخ عبد الله يتمشي الأمور وما في داعي ليه لأنه لأنه مهما كان لو أنا رفضت القرار النادي حيقف معي الجمهير حتقف الإعلام حيقف وتصير ضجة وبتنهينا عن المهم طيب خليني أطلع من هالموضوع اللي أنا بصراحة ودي خلاصة خلصة لأننا تكلمنا فيه كثير خليني عبد الله أسألك التجديد مع أحمد وعبد الفتاح عسيري وباجن دوح يعتبر اختبار جديد لإدارة البلوي والله هي الإدارة الاتحادية كانت يبدو لحريصة على قبل صدور النظام الجديد تقدم عروض لللاعبين البعض كانت سأل ليش في هذا التوقيت بحيث أنها تحفظ حقها النظام الجديد طبعا القانون لما يصدر لما يصدر ما حيثري بأثر رجعي هذه النقطة اللي اهتمت بها الإدارة الاتحادية وقدمت العروض لللاعبين وحسب معلوماتي أنه الأمور متجهة في الطريقة الصحيح للتجديد بالنسبة لللاعبين بالذات يمكن عبد الفتاح زي ما ضمن التقرير عفواً عبد الفتاح باجن دوح وأحمد عسيري إنما عبد الفتاح ما زالت بعض الأمور إلا تحتاج للتسوية ما حسمت حتى جماهير الاتحاد يمكن ما هي راضي على المستويات الأخيرة رغم إصابته أمس كان فيه عتب خلال مبارات نجران استمعت له أنا تابع مشهد عتب على مستويات عبد الفتاح عبد الفتاح رقم مهم في الفريق الاتحادي انتظروا مستقبل مهم أنا ما أعتقد أن الاتحاد سيفرط في عبد الفتاح والأمور ستسوى بينهم وإن كان اللاعب يبدو لي أنه يمكن عنده عرض محلي يعني عرض عرض من وين أبو أحمد؟ من نادي منافس من الأهلي يعني؟ خليها كذا أنا نادي منافس أنا ما أقدر أجزه منه من الأهلي طيب خليها يعني خليها مفتوحة نخليها مفتوحة طيب عبد الملك الخيبر يدخل اليوم الفترة الحرة شكل الهلاليين نوين عن اللاعب صح؟ والله يعني الواضح قدامنا طبعا الهلال محتاج إلى اللاعب بنفس المركز ولكن لا تدري شوف العرض الرسمي هو للنادي له مليونين واربعمائة لكن هناك ما تحت الطاولة بعض الأندية يعني لا أعلم عنها يعني هل بعض الأندية يعمل بها أو لا شون شون فصل لي الموضوع يعني الآن العرض الرسمي ما يتعدى من ليونين واربعمائة في الموسم 20 ألف كل شهر طيب ولكن بعض الأندية يغري كحوافز لللاعب بس عار تحت الطاولة مثل بس ترى لجنة الاحتراف تقولك أنا ماني مسؤول عن هالموضوع طبعا أكيد واللاعب بعد ما هو يعني ما هم وقع كذا له قابض شيك مصدق أي ما مكان فلذلك الوعود وما الوعود ما يقبل فيها هنا تكمن الصعوبة أنه اللاعب لازم يقبض مقدم يعني لما يأتي نادي وبيغري لاعب أنه مثلا بعطيك أكثر من ناديك لازم تعطيني شيك مصدق لأن الأندية ملايين صعبة الآن صحيح فيها صعوبة طيب إما ندخلنا هالموضوع والصورة اللي وراك شايع شرحيلي خلينا نتكلم في شايع إيش وضع شايع شايع ما زال يعني المفاوضات فيه عرض ولكن لاعب ما يا بن ناصر صحيح لا مصحيح مصحيح وسبق أنه المرة السابقة قيل أنه أغري وقيل طيب صحيح أنه فيصل بن ثركي قال والله ما عندنا لها المليونة أنت بيها ولا توقع على الله هذا الأشياء بين الأمير فيصل اللاعب أنا ما سمعته أنا بنا أدنك صحيح أنا ما أدف ما سمعته أنا ما أعرف الشيء هذا لكن طيب صح نحن بعد ما سمعنا يلا طيب اللي أعرفه من الصعب يعني خاص لاعب لما يطلع مثل زي شايع لا يقبل لأنه يروح لنادي كبير منافس طبعا لما يروح لنادي كبير التجاربة تقول لما تطلع لنا في سعد الحارثي خير مثال كان نجم في نادي النصر وكان لعب مهم وكان وكان راح لنادي منافس طيب سبحان الله رحت لسعد الحارثي ولا رحت لأحمد الفريدي أحمد الفريدي يعني أحمد فشل معكم لا لا ما فشل ما انتقل مباشر راح لنادي الاتحاد ونادي الاتحاد لا كبير نادي الاتحاد كبير كبير طبعا مفيصل لا كبير نادي الاتحاد لكن ما هو منافس لكن لو صار بين الأهلي الاتحاد ما هو منافس لكم بعد يعني لا مش منافس مباشر لأن الأخ عبد الله تو قصد هاللي قال منافس ويقصد الأهلي واضح يعني من ينافس الأهلي الاتحاد هو الأهلي منافس النصر والهلال هذه هي المعروف طبعا الأربعة كلها تنافسه معهم الشباب داخل خامس معهم البقية الأنتياء كلها منافسة لكن منافسة الحقيقية شفنا سابقا أن ننتقل من الأهلي ومن الاتحاد لاعبين لم ينجحوا فيه خالد قاه وجي وفيه السويد بس ترى ما فيه قاعدة ثابت أنا أعتبرها رأي لأن اللاعب يكون خلاص خده جماهيرية من نادي اللاعب ما يتقبلوا بعض الجماهير في ناديه أي خطأ يكون تحت المجهر أي خطأ ما يرحمه وأكبر مثال سعد الحارثي كان موهبة كان لعب يعني حاول شغال على سعد الحارثي يعني يا لعيبة النصر لا ترحوا للهلال تركيز مستقبلكم واضحة طبعا ما فيه أحد أنتقل غيره من النصر ما فيه لكن هذا الدليل أنه كان لعب يعني ما زال صغير في السنة وكان يعطيه ولكن ليه لأنه لاعب جاي من فريق منافس ما كل الجماهير يجب عليه سعد الحارثي لما انتقل من نادي النصر إلى الهلال كان المهاجم الثالث معكم المهاجم الأول بس أنه ما كان سعد قبل إصابة ما كان سعد لكن أعطي النصر أعطاه مبلغ ولكن أعطي أكثر من المبلغ وذهب للهلال فلذلك أنا أقول لك من خبرتي الرياضية أنه لا ينجح لا ينتقل من نادي لنادي منافس شوف عبد الكريم الخيبري قلت لك لو ينتقل للأهلي شوف الآن الأهلي بينهم بين الشباب مع أنها خفت شوي الحساسية هذه لو بينتقل تدخل أعضاء الشرف ومنعوا هذا التدخل بإغراء وبالبقاء طيب هذه الرسالة جايتني من شخصية هلالية تقول لك والله سعد الحارثي ما رفع بطولة لا مع الهلال وش قاعد يقول فهد الطخير وكم عمره لما رفع باقي له خمس ست سنين شوف حسين كم لاعب في نادي النصر إلى الآن كم عمره راح أنتهى في الهلال وهو عمره صغير سعد الحارثي لو باقي في النصر كان إلى الآن يعطي ويلعب شكرا